أكد ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت يأتي في ظل ظروف دقيقة إقليميا ودوليا تتطلب عملا جماعيا وتنصيقا مستمرا جاء ذلك خلال استقباله بقصر بيان اليوم وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع الوزري التشاوري وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت